هل الجمهور عشان يحضر بده نتائج بده مباريات بده بطولات بده ألقاب بده ألقاب محلية بده ألقاب أسوية لما الجمهور يشوف عنده نجم مميز نجم بمثله نجم دائما بحقق له الشغف وبحقق له نتائج لجبيه هيحب يجي يشوفه ما في نجم دائما خسار أكيد هيزف حتى لو فريقه كان بفوز ببطولات هذه عناصر أساسية البيئة الموجودة في المدرجات تروح لمكان نظيف مكان مرتب سهولة الوصل ما بيواجه أي مشاكل في الذهاب والعودة تقام المباراة في طاقس أو في ظروف مناسبة جدا ما تكون الحرارة عالية أو الرطوبة عالية يكون في حوافز مالية سيارة جائزة كيلو ذهب هذه برضو من الأشياء التي تشجع الجمهور أنها تحضر مثل ثقافة الجمهور الإعلام لازم يلعب دور كبير بأنه ينجم اللعبة اللاعب يحسوا يفهموا الجمهور أنه عندنا نصنع موديل نصنع نجوم في وطننا العربي في الرياضة العربية ما بيصير أنه اللاعب على الهامش يطلع في برنامج وخلاص تنجيم الرياضيين يصيروا الناس الشباب والجيل الصغار يصيروا يحبوا يصيروا مثل هذول اللاعبة ويصيروا نجوم بالتالي هذه أشياء بتحفز وتغيير طريقة تفكير الناس والجمهور بتخليهم أنه يهتموا يحضروا يهتموا يكونوا موجودين في مباراة إذا بدي أعلق بس بنقطة واحدة على موضوع حكب فيه الكابتن أحمد والكابتن أيسى موضوع العقود اللاعبين والأرقام أنا مع موضوع التبادل المبادلة أنه أنت عندك لعب ممتاز وأنا عندي اتنين والله بمستوى وسط خدهم معطيني اللاعب الممتاز نظام المبادلة لأنه ما في فلوس وكلمة ما في فلوس مش معناته زيرو مش الناس تشحت الأندي لأ عندها بس اللي عندها مش كافي الدخل أقل من المصروف بالتالي لازم نصير إدارة للمال بحيث أنه ما يصير عباء وصير ديون وبعدين قروض والتزامات وبعدين يجي النادي يقول أنا مفلس بدي أسكر هذه المشكلة عشان هيك يعني بدنا نفكر بعقل ونفكر أن دوات المؤتمرات المحاضرات استشارة الآخرين نتعلم من الآخرين مش غلط نشوف ظروفنا بناسبنا اللي يطبق في إنجلترا بناسبنا اللي يطبق في إسبانيا ولا لا